كشفت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سهاج وقنة حتى نهاية عام 2023 بلغت حوالي 19.2 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 5130 مشروعاً هذا وتم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشاريع وجاري الانتهاء من تنفيذ 721 مشروع وأوضح وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لا يعكس فقط جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنموياً وإنما أيضاً يعكس حرصها على إرساء سياسات ونظم عمل داعم لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدررة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية